بعض فخامة الرئيس عبد الرب منصر هاد الريس الجمهورية برقية عزاء وموسى في وفاة الصحفي عبدان دهيس الذي وفاه الأجهل مساء الخميس بعد حياة حفلة بالتضحية والعطاء المتواصل في بلاط صاحبة الجلالة واشهد الرئيس بمناقب الفقيد مكانته الصحفية من خلال المواقع القيادية التي شغلها وتبوأها خلال مسيرة حياته المهنية وأدواره النقابية وإسهاماته خلال العمل النضالي والتحرري في الانتصار للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وعرب فخامته عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد سائل الله العلي القدير يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر أو السلوان